موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عزيزي المشاهدين الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم كرم محافظ محافظة تعز نبيل شمسان نادي الطليعة بعشرة ملايين ريال وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة لبعثة الفريق الكروي الأول بمناسبة خطف بطاقة الصعود لدور الدرجة الأولى لكرة القدم واستطاع فريق الطليعة من الصعود إلى مصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم بتصدره فرق المجموعة الثالثة في تصفيات دور الدرجة الثانية تجمع سيئون الذي يعد إنجازا كبيرا للنادي ولرياضة الحالمة تعز خلال حفل الاستقبال بارك المحافظ شمسان لنادي الطليعة وتعز عودة فريق الطليعة لمكانه الطبيعي بين أندية الدرجة الأولى مشيدا بحجم العطاءات والجهود التي بذلت من قبل مكتب الشباب والرياضة وإدارة النادي وساهمت في تحقيق الإنجاز الذي يعد بمثابة جني لثمار العمل في الفترة الماضية كرم أمين عامل المجيس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون ومعه مدير عامل مديرية المنصور أحمد الداؤدي عددا من مدراء المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية واللجان المجتمعية في المديرية لتميزهم خلال العام 2022 في التكريم أشار معاون إلى الإنجازات التي حققتها مديرية المنصورة بمساندة ودعم من وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس وتحريك عجلات التنمية وتوحيد الطاقات لخدمة مديرية المنصورة والتي شهدت تطورا ملحوظا في شتى المجالات الخدمية والتنموية من جانبه أشهد مدير مديرية المنصورة بجهود قيادة محافظة عدن على دعمها ووقوفها إلى جانب السلطة المحلية بالمديرية حضر فعالية التكريم وكيل محافظة لحج صلاح الداودي ومدير عامي مكتب الأشغال العامة والطرق بعدا المهندس وليد الصراري كرم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالح العمقي بالمكلة كادر فريق الطب المشارك في المشروع الطبي التطوعي الجراحات المتخصصة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية الذي أقيم بهيئة مستشفى بن سيناء المركزي وخلال التكريم ثمن العمق تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مختلف الجوانب ودوره الكبير في الجانب الطبي من خلال إقامته للعديد من المخيمات الطبية في العديد من التخصصات التي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين مؤكدا أن السلطة المحلية بحضر موت لن تألو جهدا في تسخير كل الإمكانات والتسهيلات وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مثل هذه الأعمال الخيرية والإنسانية التي يقيمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية داعيا إلى استمرارها خلال الفترة المقبلة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلم فرع المؤسسة العمل مياه والصرف الصحي ستة مواقع لتنفيذ مشاريع مياه للشرب وتأهيل عدد آخر في مديريتين المدينة وحريب بمأرب المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجداسي شهد وكيل المحافظة دكور عبد البنفتاح عملية تسليم على ستة مواقع لمشاريع المياه التنموية في مديريته المدينة وحريب بيتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ منظمة اليونسيف بإشراف فرع المؤسسة المياه والصرف الصحي يتم تنفيذ المشاريع في مديريته المدينة وحريب على مستوى إعادة التأهيل والتنفيذ والتوسع للشبكات المياه وكيل المحافظة دكتور عبد البنفتاح ومدير عام المياه والصرف الصحي حسين بن قلال أكد أهميته مكانة مشاريع التنموية المستدامة وثمنين الدعم المقدم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشركة المنفذة منظمة اليونسيف يسرنا اليوم أن ندشن خمسة مشاريع للمياه في محافظة مأربو مديريتها على سبيل المثال هناك اليوم تحسيل الشبكة داخل مديرية حريب وأيضا توصيل جديد هذا سيغطي تقريبا 65% مؤسسة المياه أيضا لديها خطة أن تشمل وتغطي مدينة حريب بالشبكة حتى تصل إلى جميع المواطنين دون استثناء الموضوع الآخر اليوم مشروع آخر في هذه المدينة التي اليوم تروها تكبر يوم بعد يوم وذلك بوجود النازحين الذين هاجروا إلى هذه المدينة وهناك احتياجات في جانب المياه هناك حارة السلام اليوم تم إعداد شبكة لها كاملة إلى جانب الانتقال الآخر في المنطقة الشمالية الشرقية من منطقة الروضة وحي الشركة أيضا شبكة جديدة مع توصيل المياه وربطها بالمشاريع السابقة طبعا هذه بجهود مع إخوتنا وأشقاءنا في مركز الملك سلمان وبتنفيذ ودعم من منظمة اليونسيف الذي هي اليوم شريك أساسي معنا في هذه المحافظة للتخفيف المعاناة سواء في المشاريع التنموية المستدامة أو في إيصال المشاريع للمديريات المحافظة تم إعداد دراسة لحارة السلام ودراسة لحي الصحن وحي الصيانة بالشركة وعملنا دراسات بمدينة حريب لصيانة الخزان وتمديد خط ضخ يربط من بير إلى الخزان وعملنا دراسة لتاهيل وصيانة الشبكات المدينة فتم الإعداد فصراحة تم التواصل المستمر مع منظمة اليونسيف نشكر منظمة اليونسيف نشكر العاملين فيها لحيث أنهم تفاعلوا مع هذه المشاريع حتى تم اعتماد تمويل المشاريع هذه فتم اعتماد المشروع لحارة السلام ما يقارب 140 ألف دولار وحي الشركة الصيانة 213 ألف والصحن 135 ألف دولار وحريب 113 ألف دولار لتلك المشاريع حوالي 750 ألف دولار عدد المستفيدين في داخل مدينة مارب أكثر من مليون وأربعمية نسمة وحريب ما يقارب 85 ألف نسمة تنفيذ المشاريع الجديدة وتأهيل بعض الآخر لمشاريع المياه في مدينة المدينة وحريبة من أهم المشاريع المستدامة المقدمة للمواطنين للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف عدد الفضائية محمد القداسي مارب كرمت السلطة المحلية بحكومة الشباب لشؤون الوادي والصحراء بالشراكة مع جامعة سيئون ومكتبي التربية والتعليم وشؤون الاجتماعية والعمل بوادي والصحراء حضر موت كرمت الشباب المبدعين والمتفوقين بالوادي والصحراء لعام 2022 وخلال التكريم هنأ وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميم المتفوقين والمبدعين من الشباب مشيرا إلى أهمية الحفل في تحفيزهم على مزيد من التفوق والنجاح والإبداع من جانبه أشهد وكيل حكومة الشباب لشؤون الوادي والصحراء عربى سبعين بجهود السلطة المحلية لمساندة الشباب في كل الجوانب مؤكدا أن إقامة الحفل سيكون تقليدا سنويا تحفيزا للشباب في مهامهم المستقبلية تخلى للحفل عدد من الفقرات المتنوعة وتكريم المبدعين والمتفوقين وعدد من الجهات بالدروع والشهادات التقديرية نظمت مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية في عدن حفلة تكريم لخريجي مشروع مشروع بناء مستقبل الشباب اليمني المرحلة الثانية لعدد ثلاثة وثمانين شابا وشابة لبرنامج مسار التوظيف الذاتي وهدف البرنامج الذي استهدف ستمائة وسبعة وثمانين شابا وشابة ضمن ثلاثة مسارات شملت التدريب بهدف التوظيف والتوظيف الذاتي ومسارات العمل إلى تعزيز قدرات المتدربين في مهارات البحث عن وظيفة تواكب احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات والمجالات المشروع يستهدف محافظات عدن أبيا ولحج وأكد رئيس جامعة عدن دكتور الخضر ناصر لصور على أهمية البرنامج لتعزيز قدرات الشباب في كيفية الاعتماد على ذاتهم بمختلف المجالات الحياتية ولخلق فرص عمل مختلفة اختتم الصندوق التكافلي لعلاج الجرحة بمحافظة مأرب بالتعاون مع هيئة مستشفى مأرب العام برنامج الطبيب الزائر في الجراحة التجميلية وأوضح مدير الصندوق رائد مساعد الموساوي أن الدكتور المصري محمد اللبان استشاري جراحة تجميلية والدكتور عبد العزيز السنحاني نفذ داخل البرنامج 74 عملية جراحية من العمليات المعقدة في الجراحة التجميلية منها 26 عملية كبرى وست عمليات لأول مرة تجرى في بلادنا لجرح الجيش الوطني من جانبه عبر رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبد العليم حسان عن شكره للقائمين على الصندوق على هذه المبادرة كما أشهد بجهود هيئة مستشفى مأرب العام في استيعاب أولئك الجرحة أنجزت الفرق الفنية إنشاء الحماية من خطر كوارث الأمطار والسيول في الطريق الدولي تريم ثمود في وادي حضر موت يأتي ذلك ضمن أعمال مشروع تأهيل الطريق الدولي التي تشمل ترميم وسفلة واسعة وتنفذها المؤسسة العامة لأشغال فرع حضر موت الوادي بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن انتهت أخبارنا المحلية في أمان الله اشتركوا في القناة